باسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله نبتدي مع بعض ajudaول من الفصل السابع لمقر النظام بالمعادل الدقيق الفصل الدوم بتلما عن الكترور Jessica هيكل عام للمتحكمات ال؝قيق وهنا نبدأ ال؟هر مصطلح جديد اسمه الماكرو كومترولر او المتحكمات الدقيق وهو امتداد إلى مائكرو بروسوسر وهو الفكر امتداد الليل شخص ماكرو بروسوسر يعني ايه مايكروب كونتور ان شاء الله هنتناول الكلام ده ان شاء الله في الشابتر اللي قدامنا في الفاصل الرقم سبعة طبع نشوف مع بعض الاول مقدمة بسيطة جدا افكرك بالكمبيوتر طبعا احنا عارفين التلاتة الاساسيين للكمبيوتر هما مين ها بنفكرك سواء ها والميموري والانبوت اوبوت مش كده ديها الاسي بيو والميموري والانبوت اوبوت شوف مع بعض بنقول ها كمبوننس اوف كمبيوتر الاسي بيو والانبوت اوبوت طيب اللي بيفكر واللي كنا بنتكلم عنه والمهتمين بايه في المقارب بتاعنا هو مين هو البروسيسر اللي هو موجود عند الاسي بيو او الاسي بيو او الاسي بيو او وحدة اللي هي ايه المعالجة المركزية طيب احنا بس بنفكرك بالتركيب العام لان احنا هنستخدم التركيب ده فيما بعد طيب نشوف مع بعض بنقول ايه بنقول سينجل شب كونتينز هول مين ها سي بيو وفي الحالة ديت احنا بقى بنتكلم عن السي بيو اللي هو مين المايكرو بروسيسر وبنقول ايه بقى ان المايكرو بروسيسر ده كان له ايه القدرة على يعمل عملية فتش وايكسيكيوت الانستراكشنز اللي مخزنة فين في الميموري اذا سينجل شب كونتينز هول سي بيو كان عبارة عن ايه عبارة عن هو المعالج اللي بنتكلم عنه وكان له المقدرة على نعمل فتش اند اكسيكيوت الانستراكشنز استور دي ان ايه ميموري وكمان له المقدرة هايز ايه ابيليتي تو اكسيز اكسترنال ميموري او اكسترنال انبوت اوبوت اند ازر بريفير زيو الاجهزة اخرى الملحقة مثال الماكروروسيسر الانتل بي فور او الاي ايمي دي ايه اثلون في الديسكو توبز والنوت بوكس والارم بروسيسر ان ابل اي بي او دي طيب ده احنا بس في الجزء ده حابنا نفكرة بايه بمكونات الاساسية اللي احنا قلنا هيلا ايه سي بيو ميموري انبوت اوبوت وكننا بنقول ان السي بيو دوت الواقع الماكروسيسر الموخي اللي بيفكر واللي بيعمل عملية فتش ودكوت وإكسيكيوت الانستروكشنز وكمان يقدر يجيب مين يجي يقدر يجيب الدياتا واتعامل مع الاكسترن الميموري وكمان الاكسترن الانبوت اوبوت طيب احنا محتاجين ليه الاركيتكشار دوت عشان نقول لك بعد كده المايكرو كنترول بقى وهيبقى تركيبه عامل ازاي شكله عامل ازاي بناء على بيزدقون ايه بقى الداتا والايه والبيانات اللي احنا قلنا لك دلوقتي حالا قلنا لك المكونات الاساسية للكمبيوتر ايه وبناء عن هذه المكونات نبدأ نقدم لك بقى الايه المايكرو كنترول شكله عامل ازاي طبعا هنشوف الشكل والهيكل عامله ان شاء الله في الاجزاء الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة